حلو الله فيكم برنامج جديد قصص ألعاب مخيفة وفيها راح أسرد لكم قصتين وكل وحدة لها علاقة بالألعاب وفيها رعب تحذير من الحين اللي بيخاف يوقف الفيديو واللي يبي يصير شجاع يكمل ماي والحين نبدأ قصتنا الأولى Games of Hell أو ألعاب الجحيم من لعبة Call of Duty Black Ops 2 على وقت إصدار لعبة Call of Duty Black Ops 2 كان في شخص يلعب أونلاين في مود تيم ديثماتش ويقول أنه كان يتكلم مع ناس عشوائيين في الشات وفجأة جعله واحد قال لها أنه يسوي مود جديد إذا حاب يدخل معه والمود كان أول مرة يسمع عنه اللاعب يقول أنه كان المود باسم ألماني وراح يترجمه طلعت ترجم معناتها Games of Hell يعني ألعاب الجحيم وبسبب الاسم صار فيه فضول أنه يجربه وقال أوك يقول مجرد ما دخل دخلوا معاهم خمس لاعبين زيادة وكانوا في خريطة جديدة اسمها Hell يعني الجحيم مبداية اللعبة الشخص اللي دعاهم قال لهم أنه ما نبي نخسر اللعبة ولازم نفوز بأي طريقة وحسب كلام اللاعب في وصف الخريطة يقول أنه أول ما بدو كان فيه ممر طويل مليان أجساد تتحرك بشكل بطيء وما فيه إضاءة أبدا غير جثث محترقة بالأرض يقول من شدة الرعب كان يشم فعليا ريحة الجثث المحترقة وكان يسمع صوت في نهاية الممر الطويل يتكلم بشكل سريع وغير مفهوم حاول أنه يكتب كلام عشان يترجمه لكنه ما قدر بس صاحب الموت قال له أنه لو انطفت النار راح تضيع كل أرواح وما راح ترجع للعالم وقال بعدها أقصد أرواحكم أنتم يعني أرواح اللاعبين وبعد ما قال هالكلام طلع من اللعبة اللاعب ويقول أنه كان محتار لأنه كان شيء رهيب بنفس الوقت شيء مخيف ومرعب وكيد روحه ما بتصير داخل اللعبة يعني أكيد يمزح بس من كثر الخوف يقول أنه ما عمره شاف شيء مثل كذا في أي لعبة كولف دوتي وعشان كذا قرر يطلع من اللعبة ولما ضغط على إكزيت طرع على تنبيه يقول له لو تم إرسالك الجهنم ما راح تهرب للأبد لحظتها يقول كانوا اللاعبين اللي معاه بدأ يبين عليهم الخوف بعد وحاولنا يطفي الجهاز بس ما في فايدة لأن التلفزيون مراضي يطفي وعشان كذا قرر يكمل اللعب ويشوف النهاية يقول حصلت واحد من اللاعبين وقتلته في اللعبة ولما قتله سمع صوته يصارخ بقوة في المايك وفي شخص كان يطعن كثير من الخوف شال السماعات لكن بدون أي فايدة لأن الصوت بدأ يطلع من التلفزيون نفسه يقول بعثتين ثانية بالضبط انقطع الصوت وطلع من اللعبة ونفس الشيء صار مع بيئة اللاعبين يقول حاولنا يشيك على أسماءهم من الجيمر تاك لأنه كان يلعبا لأكس بوكس بس ما حصل أي شيء عنهم ودائما يطلع لأن هذا الاسم غير موجود أصلا على الشبكة في النهاية بقى هو وشخص ثاني في اللعبة وباقي تقريبا ديقتيان على الماتش يقول تكلام مع بعض شوي وعرفينا واحد مننا ما رح يطلع من اللعبة هو حي وفي النهاية قدرنا يفوز عليه ولما زمه يقول سمع نفس الصرخات والطعنات بعدها انطفت تلفزيون فجأة وحاس أنه في شيء يضغط على صدره وتقول أنها تحاول تدخل غرفة ما قدرت وما في أحد قدر وأنه كان يلعب لمدة خمس أيام متتالية وبعدها قال أخذت نفس عميق وقطعت اللعبة ثلاث أيام ولما رجع شغل اللعبة لاحظ أنه تطور من مستوى في البريستيج خمس مرات مرة عن كل روح قتلها يقول أنه حاول يتواصل مع مايكروسوبت يسألهم عن الجامر تايج تبع الناس اللي كان لعبوا معاه بس الرد كان أنه الأشخاص هذول غير مشتركين نهائيا على شبكة الإكس بوكس ومن بعدها ما لعب أي شي على الإكس بوكس وما سير أشخاص للعب معهم مجهول إلى الآن قصتنا الثانية عن لعبة اسمها LSD Dream Emulator وانزات على جهاز بلاي ستيشن 1 شخص يقول أنه يوم كان عمره 17 سنة صديقه مايك كان عندها قناعة اليوتيوب اسمها Let's Play وما كانت قناعة مشهولة كان فيها تقريبا 30 مشترك كلهم أصحابه ومايك كان يحب يلعب على محاكة بلاي ستيشن في وقتها ويقول أنه لما يرجع البيت من المدرسة كان يتابع مقاطع صديقه مايك عشان يساعده ويزيد من عدد مشاهدات عنده وهو دائما جز جنبه في المدرسة في يوم من الأيام جاء له مايك وسأله سمعت بلعبة اسمها LSD Dream Emulator يقول أنا جوابتها وقلت له لا ما سمعت عنها في نفس الليلة راح مايك ونزل مقطع عن اللعبة وهو يلعب في القناة اللعبة فكرتها غريبة فكرتها أنك تمشي بس والمنطقة التي تلعب فيها كانت فيها بيئة يابانية نوعا ما وفي ناس وحيوانات تطير وما تعطيك أي انتباه بس كان في شخصية معروفة باسم The Gray Man أو الرجل الرمادي ومن اسمه الشخصية كان لونها رمادي وكان واضح أنه لابس قبة رمادية وجاكيت رمادي وهذه الشخصية تطلع لك فجأة بدون أي تحذير من أي مكان وحيانا تلقاه كان يقرب لك بس لما تحاول تروح له الشاشة بتتقلج باللون الأبيض وتختفي الشخصية مايك في كل مرة يصل لهذا الشيء يتوتر ويضحكه وخايف ويكمل اللعب والقابلية كان مقسم عبارة عن أيام كل يوم تقريبا يخلص في دقائق معدودة وبعد كل يوم يخلص ترجع لقائمة البداية عشان تبدأ بيوم جديد مايك لعب حتى في معشر يوم خلال أسبوع وحسب كلام صديقه أن مايك كان واضح أنه ستمتع باللعبة بعد ما مر الأسبوع هو يلعبها فجأة في يوم الأيام كتب في قناته يعني يقول أحسن وقت أقدر أوقف فيه هذا اللعب أو تعرف متى يجيك الوقت أنك توقف اللعبة هذه إذا الرجل رمادي طلع في أحلامك وش ألعب بعدها ومن بعدها يقول صاحبة أنه ما نزل شيء في قناته واسأله في المدرسة وقال أنه زهق من اللعبة وحاب يغير وبحكم أنه كان في وقت اختبارات انشغل مايك عن الدراسة وفي يوم الأيام صاحبة كان يتمشى جنب بيت مايك راح ودق الباب عشان يسلم عليه ويقول بعد فترة طويلة فتح لها الباب ومايك كان شعرا مبلل ويرتجف من الخوف بدون أي كلام راح معه للغرفة وشاف أوراقه متناثرة على طاولته ولما اسأله إيش اللي صاير مايك كان يرد عليه بكلام غير مفهوم بعد محاولات كثيرة قدر يفهم منه إيش السالفة يقول مايك قبل عشد دقائق من وصول صاحبة نام هو كان يسبح بالحمام وحلم أنه يغرق الأسابيع طويلة وكان يشوف ذا غريمان هو يتفرج عليه وهو يغرق يقول حاول تهدي بأن هذا الحلم لكنه بدأ يصارخ وأنه كان يموت لأسابيع وما حد حاس فيه من بعدها علاقته من قطعة وما صار يجيسون مع بعض في المدرسة يقول كنت لاحظ على مايك أنه ضعف وعيونه دائما حمره وبدأ عليه التعب وكانت تجي نوبات خوف في وسط الكلاس ويضرب الطالب بيدينه وبعدها المدرسة طردته من الكلاسات صاحبه يقول في نفس الفترة لاحظنا رسمات جديدة على الجدران الحي بكتبات يابانية وفي الإعلام الليالي شاف مايك طايح بالأرض وعلى الجدر اللي وراه رسمة يابانية ولما صحى مايك يقول في كل مرة أنام وأصحى في نسخة ثانية من الحلم لكن هالمرة هو موجود ويعذبني صاحبه يقول ما فهمت بس أخذت الرسمة اللي وراه وترجمتها وطلعت الترجمة في المنطقة العدوانية وهذه كانت مرحلة في اللعبة فيها جثث وناس مشنوقة وناس بدون راس يقول عرفت المرحلة أنه شاف مايك يلعبها في قناته أكثر من مرة في يوم الأيام صح صاحبنا ولقى مايك واقف في نص الغرفة معها اللابتوب ويصارخ امسح اللحبة وامسح القناة وامسح كل شي في اللابتوب قلتها ليش قد ما تقدر؟ قال لي أنا ما أقدر ألمسهم بعدين صاحبنا مسح قناته ومن الفضول حصل ملف اللعبة وشغل اللعبة يقول كان في اليوم 12 في اللعبة كمل يلعبها لمدة 6 أيام بس ما حصل يقول بعدين طفل جهاز وراح ينام وحلم أنه في مكان مليان ضباب وجبل كبير وكان يشوف شخص من بعيد لابس نفس ملابس مايك يقول ما كنت أقدر تحرك في الحلم بس في الأخير شفت وجه مايك يبتسم وجلس منه وفي الصباح راح لمدرسة وما حصل مايك وفي نفس الشي في اليوم الثاني والثالث بعدين صاحبنا حمل اللعبة في جهازه عشان يلعبها وحصل ذي قريمان وبعدين راح المبتديات وقام يسأل وقال لهم هل ممكن أنه ما تشوف الشخصية في مرحلة معينة أو لفترة ورد عليه مستحيل ما تمر مرحلة اللي لازم تشوفه مرة على الأقل بعدين يقول أن الشرطة جتلة في نهاية الأسبوع يسلون عن مايك أنه صالة فترة مختفية وجوابهم بأنه ما يعرف عنه أي شيء وبعدها بعد التسابيع حصلوا جثة مايك في الغابة القريبة من البلدة وبعد التحقيق اكتشفوا بأنه قتل نفسه ويضب رأسه بصخرة بشكل متكرر وخوينا صاحبنا لا زال يحلم في مايك إلى هذا اليوم وهذه كانت القصتين اللي جبنا لكم مياه هذا الأسبوع أعطونا رأيكم فيها وهل خفتوا ولا ما خفتوا كتبتوا بالتعليقات وأيضا ادعمونا لايكات إذا عجلتكم هذا البرنامج ادعمونا لايكات ادعمونا لايكات وأيضا اشتركوا بالقناة ويعطيكم العافية كماكم في هذه الشيحة مع السلام